حركات كبيرة بالنسبة لخصوم رئيس الجمهورية اليوم القادة قادة تتوسع بسبب المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء حل المجلس رسمياً والذهب نحو تركيز مجلس أعلى مؤقت للقضاء نحكيه على عدة أحزاب كما تيار الديمقراطي اللي حذر من تكريس حكم الفرد والعودة إلى مربع الديكتاتورية هذا يجي على خلفية قرار حل المجلس الأعلى للقضاء واللي اعتبره الحزب خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب حرفياً كما وصفها البيان الخاص بالتيار الديمقراطي اللي زد عبر على رفضه لتدخل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة ونلقاه أنه فما بيان ثاني للتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل اللي قدموا رسمياً عريضة في سوء التصرف في المال العام بعد غلق مقرات عدد من المؤسسات المالية في تونس وبتابعة الحال الأحزب هذه كانت تقدمت بعريضة لرئيس الأول محكمة المحاسبات يعلموه بجراء سوء تصرف في المال العام تجاوز السلطة سواء استعمال النفوذ مخالفة الترتيب والإجراءات الإدارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد رئيس الحكومة نجلة بودن وزير المالية سهم البغديري وزيرة داخلية توفيق شرف الدين وزيرة الثقافة حيث قطات وكل من سيكشف عنه البحث طبعاً هذه الكل يجي بعد غلق مقر المجلس البرلمان مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متحف باردو منع الأعوان والموظفين من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع الأجور امتاعهم يعتبروا هذا فساد ميلي جوهر بن مبارك يقول قيس سعيد هو أكثر خبير تمت استشارت وصول بالمجلس التأسيسي حول الدستور اليوم نلقا جوهر بن مبارك في وضع هستيري للغاية ويقول لك وأنه جزء كبير من شعب التونسي يرفض قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد فبرشا من الظاهرين بالألف نهار لحد خرجوا في حين مصادر أمنية تؤكد أنهم 1200 فقط يقول هذا الدليل على أنه فما برشا نيس ضد اختيارات رئيس الجمهورية يعتبر الأقام اللي قالوها بعض الأمنيين 1200 مظاهر يقول تحتاج إلى مضاعفة ثلاثة ولا أربعة مرات عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة معطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك يقول وأنه الشارع السياسي اليوم رافض للانقلاب وهذا ما يظهر من خلال بيانات الأحزاب يقول أنه فما بعض الأحزاب القومية كما حركة الشعب كما حزب الوطد ما زالوا يسندوا في قرارات رئيس الجمهورية رغم اللي هو ما يحكيش معاهم بالكل وهذه فيه رسالة إلى هذه الأحزاب أنها تفك الارتباط مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول زادة أنه لقائة الأخيرة بين بعض المسؤولين منها الأحزاب هذه ورئيس الجمهورية تم خلالها تآمر على المجلس الأعلى للقضاء بهدف حل هذا المجلس ويرمي ويكيل التهم إلى رئيس الجمهورية وإلى جملة من الأحزاب السياسية في تونس اللي هي ما زالت داعمة كما الوطد كما حركة الشعب كما تيار الشعبي إلى غير ذلك من الأحزاب والأطراف السياسية اللي ما زالت تحافظ على دعمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد نلقا اليوم أيضا مبروك كورشيد الوزير الأسبق ونائب الأسبق في البرلمان المجمد يقول مرسوم القضاء عبر بنا من حكومة الرئيس إلى دولة الرئيس يعتبر مبروك كورشيد أنه مرسوم القضاء هذية تكريس لدولة الرئيس قيس سعيد بالتحديد يقول أنا نتفهم موقف عميد المحامين بخصوص الموقف من وضعية لإليها القضاء ويقول أنه موقف العميد من مجلس القضاء خيب أمال الكثيرين ويقدر أنه هذا مبني على النتائج الهازيلة للخمس سنوات كاملة اللي كان أكبر تجليتها سيرع العكرمي وراشد وطيب راشد من خلال مجلس القضاء اللي عاد يقول أنا أجزم كمحامي مباشر للمهنة أنه وضعية القضاء ساءت في سنوات الأخيرة نشير إلى أنه هناك فما انقسام بين المحامين وفي حد ذاتهم معناها فما شكون ضد عميد المحامين ولكن عميد المحامين يشن الهجوم ويقول فما محامين فيزدين زيدا ولازمنا نعلن الحرب عليهم كما صايرة الحرب على الفساد في سلك القضاء لازم زيدا نعملوا حرب على الفساد في سلك المحامات التونسية طبعا نلقا زيدا بن خصوم الرئيس رفيق عبد السلام اللي يقدم نصيحة إلى الدكتور المنصف المرزوق يقول عليه أن يخرج من ذاته قليلا ويكف عن الحسابات الصغيرة المحكومة بجراح ذاتية خصوصا في هذا الظرف يقول فبفضل حركة النهضة دخل قرتاج سنة 2011 وبفضل النهضة بقى في الحكم سنة 2013 وتنزلت هي على الحكومة في الوقت اللي كانت المطالبات ملحة داخليا وخارجيا بتغيير قرتاج والقصبة ويقول بفضل النهضة نفس سنة 2014 في الدور الأول وكل المعطيات كانت تقول أنه ما كانش قادرة على منافسة الباجي في الدور الثاني لذلك كان التوافق مع المرحوم السبسي ضرورة تاريخية لتأمين حد أدنى من الاستقرار السياسي في تونس لأنه المرزوقي لا يمتلك أي قاعدة اجتماعية أو حزام سياسي وازن باستثناء ما أسماه شعب النهضة يقول لرفيق عبد السلام أنه مش من البطولة اليوم أنه يدخل في مناكفات صغيرة بدل ما يوجه السهام لمواجهة الانقلاب الغادر يهدد الجميع يقول أقول هذا من موقع النصيحة والصداقة وليس بغرض المناكفة وتصفية الحسابات ولكن هنا يجن هجوم ويحرض المنصف المرزوقي على ضرورة إبداء موقف أكثر في دعم حركة النهضة في تحركاتها ضد قيس سعيد ولكن فيه كلمه نلاحظه أنه رفيق عبد السلام يعني ما خلحته شيء للمنصف المرزوقي في النهضة وصلتك في النهضة خلتك في الحكم في النهضة دفع تعليك في النهضة هي اللي انتخبتك فيه إلى غير ذلك من الأمور وهذا من أجل حشد الدعم من المنصف المرزوقي المنصف المرزوقي يعتبر موقفه قوي لأنه ناشط حقوقيا أو الحاجة حاضر في الأعلام الدولي وخاصة رتبته الحقوقية ولسفته الحقوقية تخليه مؤثر جدا خاصة في ملف حركة النهضة أمام قيس سعيد وملف نوردين البحيري رفيق عبد السلام يقول مسيكن جمعا لخوضوا معارك خاسرة سلفا يقولوا عجزوا عن قلب الطاولة تحت ضغط الأعلام وبتأييد من لبيات قرطاج فحولوا الموضوع إلى تزيف وثائق يعني الأحكام القضائية تكذب والنيابة العمومية تزيف في الوثائق يقول مسيكن يستحقوا الشفقة لشدة غابائهم وكذبهم بسبب كثرة أحقادهم التي تعميهم على الحقائق نلقاه حالة استنفاركبيلا حالة فزع في صفوف خصوم رئيس الجمهورية اليوم اللي يحب يحسموا المعركة ضد قيس سعيد في أقرب وقت ممكن خاصة وأنه البلاد مقبلة على عدة يعني خليني يقول استحقاقات اقتصادية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اليوم تستوجب أن نلقاه حل سياسي المشكلة بالأساس هي سياسية بالأساس اللي تأثر زيدة حتى على الوضع الاقتصادي في تونس وبالتالي نلقاه وفم تركيز كبير من أجل يعني إحراج رئيس الجمهورية قيس سعيد وإسقاطه من قصر قرتاج